بوتيرةٍ اسرع من سابقاتها تستمر اسرائيل بقصف مواقع ميليشيات اسد وايران في سوريا وانتهاكها لما تسمى السيادة الوطنية واخرها في ريفي حماتا وترطوس يوم امس كل ما سبق بات امراً اعتيادياً لكن ما كشفته صحيفة يدعوت احرانوت الاسرائيلية عن ما استهدف في الغارات الجديدة والهدف منها يظهر جلياً مدى تغلغ لايران وميليشيا حزب الله في سوريا وجعلها ساحةً لتصفية الحسابات الصحيفة اكدت ان الغارات التي شنها سلاح الجو الاسرائيلي استهدفت مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف ريفي حما مشددةً على ان ايران تستخدم المركز لانتاج انظمة اسلحةٍ وصواريخ دقيقة وان الموقع يقع قرب الحدود السورية اللبنانية في المنطقة التي تتمركز بها ميليشيا حزب الله في وادي البقاع موضحةً ان الهدف الرئيسي للقصف الجديد تحقيق التوازن في المنطقة وعدم السماح باخلاله بحسب وصفها استهداف مركز البحوث العلمية المستولى عليه من قبل ايران لم تتطرق وكالة انباء اسد سانا للحديث عنه مكتفيةً باعلان اصابة عناصر من ميليشيا اسد جراء القصف الذي استهدف مواقع في ريفي حماتا وترطوس بينما اكدت صفحاتٌ محليةٌ مقتل ضابطٍ للميليشيا برتبة رائد وقياديٌ من ميليشيا حزب الله جراء القصف في وقتٍ كشفت فيه وسائل اعلامٍ اسرائيلية ان الضربات الجوية ضد ميليشيا اسد وايران وحزب الله زادت خلال العام الحالي بمعدل هجمةٍ في الاسبوع الواحد وسط علم روسيا بها واكتفائها بالمراقبة وللطلاع على مستوى الاحتفاظ بحق الرد المتبعي من اسد وميليشياته